السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار ولمعرفات تحية طيبة لكم يوم الخبيث الثالث من شهر فبغوار 2022 أهم أخبار ألمانيا سجلت في الـ 24 ساعة الأخيرة 236122 حالة وتوفية 164 شخصا عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة هي 1283.2 أصدقائي ارتفعت الأصوات التي تنادي بتخفيف الإجراءات في ألمانيا وإعادة الحياة بشكل تدريجي لطبيعتها السيد ليندنا وزير المالية ورئيس حزب FDP الليبرالي طالب هو الآخر بأن تسلك ألمانيا طريقة تخفيف الإجراءات وطالب بأن تكون البداية بإلغاء قاعدة سفايغي خصوصا بمحلات التسوق وطالب بأن محلات التسوق تسمح لجميع الناس كانوا ملقحين أو غير ملقحين أصدقائي وقال بهذه هي الخطوة الأولى التي يجب اتباعها نفس الشيء أعلن عنه السيد زودا حاكم مقاطعة بايرن الذي طالب بإلغاء قاعدة سفايغي بمحلات التسوق في ألمانيا وأيضا طلب اعتماد قاعدة سفايغي بالمطاعم بدل قاعدة سفايغي بلوس يعني قال لهم ألغوا قاعدة سفايغي اسمحوا للجميع بالدهاب إلى محلات التسوق وأيضا اسمحوا لمن لقح ومن شفية بالدهاب إلى مطعم ولا تطلبون من الملقحين فحصا سلبيا هذه هي الأصوات للسياسيين جد مؤثرين في الساحة السياسية الألمانية لكن مستشار ألمانيا السيد شولتس رفض التصرع بتخفيف الإجراءات وقال لم نصل في ألمانيا بعد للمرحلة التي تسمح لنا بالبدء بتخفيف الإجراءات سوف يكون هناك اجتماع يوم السادس عشر من شهر اثنين الفين واثنين وعشرين سوف يكون اجتماع سيشارك فيه السيد شولتس مستشار ألمانيا والمقاطعة الألمانية الستة عشر وسوف يتخذون فيه قرارات جديدة سوف تكون على الأغلب قريبة من إلغاء قاعدة سفايغي يعني بخصوص المحلات محلات التسوق أظن بأن هذه هي الخطوة الأولى التي يمكن أن يقدموا عليها في ألمانيا هو ممكن أن يسمحوا للجميع بالدخول إلى محلات التسوق كخطوة أولى على الأغلب ويمكن أيضا كخطوة تانية أن يجعلوا المطاعم في ألمانيا تسري بقاعدة سفايغي بحيث أن من لقح أو من شوفي هم من يدخلون إلى المطاعم دون الحاجة لفحص سلبي للملقحين أو المشفين وأيضا أصدقائي ويمكن أيضا رفع نسبة الناس التي تجتمع مع بعض يعني هذا الأمر أيضا يمكن أن يحصل فيه تغيير بالاجتماع المقبل لكن بشكل خفيف ولا يتوقع بأن ألمانيا سوف تبدأ بإنهاء الإجراءات أو تخفيف الإجراءات قبل عطلة عيد الفصح يعني قبل أصدقائي أعياد عيد الفصح التي سوف تكون بالشهر الرابع لا يعتقد بأن ألمانيا سوف ترجع الحياة كما كانت من قبل وسوف تنهي الإجراءات على الأغلب سوف يسيرون بطريقة حريصة جدا بطريقة بطيئة جدا ويسمحون ويلغون بعض الإجراءات الخفيفة لأنهم أيضا السياسيون في ألمانيا يرغبون بالانتظار لمعرفة نتيجة التصويت بالبرلمان الألماني بالشهر الثالث شهر مارس حول مسألة إجبارية اللقاح التي سوف يتم التصويت عليها في ألمانيا لكن أصدقائي ما هي المقاطعة التي يمكن التسوق فيها والدخول إلى محلات التسوق للجميع إنها مقاطعة بايرن فيها إجبارية كمامة FFP2 ويسمح بالتسوق فقط محلات التسوق مقاطعة نيدا زاكسن أيضا يسمح للجميع فقط بكمامة FFP2 مقاطعة زارلاند يسمح للجميع أيضا بإجبارية كمامة FFP2 على الطريق سوف تدخل مقاطعة هسن بداية من الأسبوع المقبل لم يحددها لبداية الأسبوع المقبل أو وسط الأسبوع المقبل يعني في هسن الأسبوع المقبل سوف يسمح أيضا للتسوق للجميع فقط بإجبارية كمامة FFP2 مقاطعة شليسفيك هولشتاين ستسمح أيضا بالتسوق للجميع مع إجبارية لبس الكمامة FFP2 بداية من يوم 9-2-2022 شليسفيك هولشتاين مقاطعة بادن فوتنبيرغ تسمح أيضا بالتسوق للجميع لكن بتلاتة شروط إما هوية اللقاح أو هوية الشفاء أو ما تسمى بوتيقة الشفاء أو الغير الملقحين في بادن فوتنبيرغ يسمح لهم بالتسوق إذا عندهم فحص سلبي أصدقائي إذا جاء جديد سوف أخبركم به باقي المقاطعات كلها تعمل بقاعدة سفايغي بمحلات التسوق لكن على الأغلب على الأغلب بنهاية هذا الشهر أو الشهر المقبل سوف تخفف الإجراءات خصوصا بالأمر الخاص بالتسوق أصدقائي الآن سوف نمر إلى موضوع آخر أعطت مؤسسة شتيكو العلمية التي تعطي النصح بما يخص اللقاحات في ألمانيا أعطت النصح بالبدء بتلقيح بلقاح نوفافاكس الأمريكي الذي يعمل بمبدأ قريب من الطريقة التقليدية وليس بالمئة بالمئة تقليدي كما قال العلماء مؤخرا وقالوا أنه يعمل بمبدأ البروتينات يعني يأخذون البروتينات من الفيروس أصدقائي يعني طريقته تختلف على اللقاحات الأخرى مثل بايونتك أو مثل مودرنة التي تعمل بمبدأ الجينات من الفيروس هذا يعمل بمبدأ البروتين من الفيروس وسوف يبدأ بالتلقيح به في ألمانيا بداية من آخر أسبوع من هذا الشهر شهر فبراير ويقولون بأن هناك مجموعة كبيرة من الناس الذين كانوا يعارضون الحصول على لقاح بايونتك أو لقاح مودرنة عندهم الرغبة بالحصول على هذا اللقاح تعطى الجرعة الأولى بعدها بثلاثة أسابيع تعطى الجرعة الثالثة أصدقائي وسوف يبدأ بتلقيحه في ألمانيا أيضا مؤسسة تشتيكو العلمية الخاصة بإعطاء النصح باللقاحات أعطت النصح بإعطاء الجرعة الرابعة نعم أصدقائي ألمانيا هذا اليوم ومؤسسة تشتيكو العلمية تعطي النصح بإعطاء الجرعة الرابعة لفئة معينة حيث نصحوا من أعمارهم فوق سبعين سنة بالحصول على الجرعة الرابعة أو الناس الذين يعيشون بدور المسنين أن يحصلوا أيضا على الجرعة الرابعة أو الصغار بالسن والشباب والأطفال إلى آخره الذين يعانون من أمراض أو مناعتهم ضعيفة نصحوهم أيضا بالجرعة الرابعة وأيضا نصحوا من يعمل بالرعاية الصحية أو بالمستشفيات أو بدور رعاية المسنين من يعمل بالقطاع الصحي بالحصول على الجرعة الرابعة يقولون بأن الجرعة الرابعة هي اختيارية وهذه نصيحة من مؤسسة تشتيكو العلمية سنمر إلى موضوع آخر بعد بريطانيا والدنمارك والنمسا تعلن السويد وأيضا النرويج عن رفع القيود وتخفيف الإجراءات وإعادة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها إسبانيا أيضا تخطط لتعلن بأن كورونا هو مرض عادي وقريب عادي وليس فيروس خطير هذا ما تخطط له إسبانيا وجاءت هناك تفاصيل بأن الحكومة الإيطالية ترغب الآن أيضا بالبدء بتخفيف الإجراءات أصدقائي نمر إلى آخر موضوع ضغوط كبيرة تمارس على مستشار ألمانيا السيد شولتس كي يتخذ نوقفا صارما اتجاه روسيا خصوصا الضغوط تأتي من أوكرانيا وتأتي أيضا من أمريكا وتأتي من دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا السيد شولتس مستشار ألمانيا يرغب بالتهدئة وتهدئة المواقف والابتعاد عن المشاحنات لأنها سوف تزيد الطينة بل وتدخل أوروبا في مستنقع الحرب أو الغلاء الكبير الذي سوف يعاني منه سكان ألمانيا أو سكان أوروبا عموما بسبب استمرار الصراع والخلاف بين روسيا وأوكرانيا كل ما استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا كل ما زاد سعر النفط في العالم كل ما زاد سعر البنزين كل ما زادت أتمنت المحروقات وكل ما تضررت أسف أصدقائي وكل ما تضررت منه الشعوب بسبب الغلاء الكبير وقام السياسيون الأوكرانيون وقام البرلمان الأوكراني برفع عدد كبير من أعلام الدول العالمية التي تعتبرها أوكرانيا صديقة لها وداعمة لأوكرانيا في هذه الأزمة لكن لم يرفعوا علام ألمانيا حيث رفع السياسيون داخل البرلمان الأوكراني علم كندا، بريطانيا، تشيك، بولندا، تركيا، أمريكا، داني مارك وحلف الناتو وامتنعوا على رفع العالمي الألماني من أجل الضغط على ألمانيا كي تقوم ألمانيا وتنصف ألمانيا إلى صف أوكرانيا وتقوم ألمانيا بالضغوط على روسيا لكن ألمانيا لا ترغب بالمشاكل ألمانيا تقول نحن مع أوكرانيا وألمانيا تقول لروسيا لا تجتاح أوكرانيا لكن ألمانيا لا تريد تسلحة المنطقة ألمانيا لا تريد حربا ألمانيا تريد حلا سلميا سريعا لأن الأزمة يعني الغلاء ويعني المشاكل إلى آخره رغم ذلك تعتبر ألمانيا أكبر داعم ماليا لأوكرانيا فأوكرانيا رفعوا الأعلام لمجموعة من الدول لكن تلك الدول التي رفعوا أعلامها ولا واحدة تدعم أوكرانيا مالياً مثل ما تدعمها ألمانيا فألمانيا أكبر دولة ترسل أموالاً كثيرة لدعم أوكرانيا منذ سنوات طويلة رغم ذلك قال المستشار الألماني بأنه يخطط لعمل زيارة إلى أمريكا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضاً يخطط مستشار ألمانيا السيد شولز لزيارة روسيا للقاء الرئيس الروسي والبحث عن السلام وعن التهديئة ومستشار ألمانيا لا يرغب بالتصعيد أصدقائه كانت هذه أهم أخبار ألمانيا أوروبا والعالم نتمنى السلامة للجميع شكراً لكم السلام عليكم إلى اللقاء